موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد أنتم دعوون لمتابعة حوار مثل خط تماس ساخنا بين أهل الفكر والعلم على جانبيه نصبت المعارك الكلامية ونظفت الملكات العقلية وشحنت المعارف والحجج لتقريره أو منعه حديثنا اليوم عن الإسلام والديمقراطية في هذه الحلقة نبحث الموضوع من زاوية معرفة جوهر الديمقراطية والبيئة التي استولدت فيها ومن ثم مدى ملاءمتها للبيئة الإسلامية وإذا ما كانت الديمقراطية قابلة للتأويل لتناسب المجتمع الإسلامي بحسب ما يقول به فريق من العلماء والمثقفين الإسلاميين ومنهم ضيف حلقتنا اليوم فكيف يكون هذا التأويل قبل بدء الحديث اسمحوا لي الترحيب بضيف الحلقة دكتور نبيل الفولي أستاذ العقيدة والفلسفة أهلا ومرحبا بكم دكتور أهلا بكم ومرحبا وبالسرعة المشاهدين الحديث عن الإسلام والديمقراطية طبعا حديث شائك وتحدث فيه الكثير جدا منذ قرن من الزمان وحتى الآن ربما أو أقل بقليل عن هذا الموضوع ثم تمن يقول إن بعض الإسلاميين يريدون التلفيق إن صح التعبية التلفيق الديمقراطية مع الإسلام إلى آخره ثم تمن يرفضه رفضا قاطعا لكن قبل الحديث عن الإسلام والديمقراطية نريد أن نعرف ما هي الديمقراطية ما جوهر وروح الديمقراطية دكتور نبيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فالديمقراطية منتج غربي أنتجه مسار الحياة والفكر والجدل البشري مع شؤون الحياة منذ أزمنة طويلة وبالتحديد في اليونان توصل جهد هذه الأمة إلى شكل من أشكال إدارة الدولة وسموه أو أطلقوا عليه اسم الديمقراطية يعني هؤلاء القوم تكلموا في أشكال الحكم بمختلف صورها فمن هذه الصور والأشكال التي أشاروا إليها الصورة التي يتم إشراك قاعدة كبيرة قاعدة جماهرية واسعة قدر الإمكان في اختيار التشريعات واختيار المشرعين يعني ما يسمى النيابيين واختيار الحاكم نفسه فهي منتج غربي بلا شك وعبارة عن تجربة بشرية في جدلها مع الحياة الإنسان يعيش هذه الحياة ويحاول أن يصنع صورة من صور النظام التي تناسب ميوله وتناسب اختياراته ربما يتميز المسلمون بأن الله عز وجل متعهم وأمدهم بهذا الوحي الذي يساعدهم على أن تكون الرؤية أوضح لكن هناك أمم قام أمرها كله على اجتهاد ربما لم يكن مستضيئا بشكل كاف بأنوار الوحي ومعونته ففيما نظن أن الأمة اليونانية حاولت بهذا الشكل صورة إشراك قاعدة كبيرة من الجماهير في تحديد النظام السياسي وممثليه والتشريعات الخاصة به اجتهدت في هذه المسألة وأنتجت هذا المنتج طبعا الذي يقلق الناس في هذه المسألة هو أن التشريع ينتزع من الله عز وجل ويعطى للبشر لكي يحلوا ما يشاءون ويحرموا ما يشاءون هذه المسألة التي تقلق الناس من الديمقراطية عموما لعل هذا مما لا يصلح أن يبدأ به الحديث لكن هذه النقطة هي النقطة الحاسمة والحساسة في مسألة الديمقراطية أن التشريع والتحليل والتحريمة تنتزع من صاحبها والله عز وجل وتوضع في يد البشر ليحلوا ما يشاءون ويحرموا ما يشاءون بل قد يحرمون شيئا ثم يعودون ليحلوه وهكذا هذا الكلام يقودني للسؤال هل الديمقراطية مجرد شكل حكم أم أنها منهاج حياة نظام حياة متكامل هو لو نظرنا يعني أجيب على هذا السؤال من خلال صورة الغرب المعاصر هناك عناصر ثلاثة أو أنظمة تحكم الغرب الحديث الرأس مالية على العموم طبعا لا أقول كل الغرب هكذا لكن الرأس مالية في الاقتصاد والليبرالية في الفكر والديمقراطية في السياسة طبعا هذه مسائل لا أقول كل يعني الليبرالية مختصة فقط بالفكر والرأس مالية مختصة فقط بالاقتصاد والديمقراطية مختصة فقط بالسياسة بل الأمور كلها تتشكل من هذا الثلاثي لتكون شخصية الغرب الحديث فالنظام الحياة لا تكونه فقط أو لا يشكله فقط النظام السياسي ولكن هذه القطعات الثلاثة التي نتكلم عنها الانتاج الفكري والعلمي الذي ينتجه العقل الغربي الانتاج الاقتصادي والنظم الاقتصادية التي أيضا ينجزها وينتج في داخلها الغرب ثم النظام السياسي ثالثا هذه الثلاثية هي التي يمكن أن نقول هي النظام نظام حياة متكامل والديمقراطية جزء وعنصر منه لكن هل يعني كون الشعب مطلق الحرية في تشريع هل هذا أمر يدخل في بنيان الديمقراطية بحيث لا يمكن أن ينتزع منها هذه مسألة ربما ينظر إليها أو ربما يعتقد الذين يجيبون أو الذين انسينا أن نقول يرون إمكان استنساخ ديمقراطية إسلامية ربما ينظرون إلى هذا الجانب لكن قبل ذلك أيضا دكتور يعني الديمقراطية كفكرة كمنهاج كنظام يعني كما قلت قبل قليل بدأت مع اليونانيين الإغريق قبل آلاف سنين فكرة ولدت في بيئتين غربية مراعاة لخصائص نفسية واجتماعية وسياسية معينة ثم بعد ذلك أعيد إنتاجها في عصر ما يسمى بعصر الأنوار في أوروبا أو عصر النهوض النهضة في أوروبا أعيد إنتاجها وجرى تطويرها على أيدي فلاسفة كبار هوبز وروس وإلى آخره يعني تم تطويرها وجام بودان الفرنسي إلى آخره لكن الدكتور هل هذه الفكرة ونظام الحكم وثمت من يقول أنها نظام حياة التي وردت في الغرب وأعيد إنتاجها ثم طورت في الغرب لمراعاة الخصائص النفسية والاجتماعية لذلك هل هي تصلح بالضرورة لأن تستولد في البيئة الإسلامية وأن تستورد في البيئة الإسلامية يعني هو الناس عندها حسسية شديدة تجاه كل ما يأتي من خارج بيئاتها الثقافية لكن الحياة قائمة على الاستفادة من تجارب الآخرين نحن نعلم أن الإسلام فصل في أمور وجعلها ثوابت لا يتنازل عنها في أي زمان هي ثوابت لا تتغير بعضها في الفروع وبعضها في الأصول ليست كلها أصولا هناك أمور فصلت فيها الشريعة تفصيلا كاملا بحيث لم يترك للإنسان فرصة ليجتهد فيها هي واضحة ومفصلة في الشريعة هناك أمور أخرى متغيرة حكمتها الشريعة بالكليات أو بالمبادئ العامة منها مثلا نظام التعليم نظام الاقتصاد نظام السياسة فهذا ماذا يعني هذا بالنسبة لديمقراطية يعني أننا ونحن نبني نظاما سياسيا لعالمنا الإسلامي أو لبلداننا الإسلامية يعني من الحكمة ومن العقل أن نستفيد من تجارب الآخرين المجال مفتوح ولكن نبني تجربتنا على الأسس والأصول والمبادئ العامة التي أقرتها الشريعة يعني هناك على سبيل المثال في المجال السياسي عنده ثلاثة مبادئ رئيسية تحكم هذا المجال أولها مبدأ العدالة ثانيا مبدأ الشورى ثالثا مبدأ استصحاب أو تطبيق القانون المنتزع أو المأخوذ من الشريعة الإسلامية العنصر الثالث في بعض الأحيان يفهم فهما خطأا يعني حينما يعني لو استدعينا التاريخ نجد أن الخوارج حينما وقفوا في وجه سيدنا علي بن أبي طالب ماذا قالوا له لما حكم ووافق على التحكيم في نزاعه المعروف مع سيدنا معاوية يعني قالوا إن الحكم إلا لله ماذا تقصدون بقولكم إن الحكم إلا لله هل تقصدون أن ينزل الله عز وجل وحيا على الناس في معركة صفين حتى يعني يحكم في المسألة إن الحكم إلا اللي لا معنىها أن تبنى التجارب إن كان فيها نص شرعي يأخذ النص مواشرة إلا أن يكون فيها نص يبنى على اجتهاد شرعي يراعي الأصول الإسلامية يراعي ألا يدوس المحرمات أو ألا يفرط في الواجبات فالقصد من هذا هو أن بناء تجربة سياسية إسلامية ينبغي أن يضع الديمقراطية الغربية ونحن نقولها غربية لأنها منتج غربي أن يضعها في ذاكرته وأن يستفيد من هذه التجربة استفادة واسعة حتى ننتج ما هو أحسن وأفضل من هذه التجربة إذا ما كان فريقه من الإسلاميين مصرا على استيراد الديمقراطية بغض النظر عن تطويرها وتحديثها إذا كان هذا ممكنا لماذا الإصرار على استيراد الديمقراطية؟ ما الحسنات الموجودة في الديمقراطية لم يحويها الإسلام؟ نحن لا نستطيع أن نقول لم يحويها الإسلام الإسلام تشريعات إلهية ربانية معصومة كاملة لكن الأمور المحكومة بالمبادئ العامة أمور متغيرة فهذه النقطة يعني تعرفون هناك مساحة سماح من الشريعة مساحة سماح من الشريعة تركت أو تركها الله عز وجل غير ناس وإنما تركت لاجتهاد البشر فهذه المساحات هي التي يمكن أن يستفاد فيها من تجارب الآخرين يعني أننا لا نستطيع أن نقول طبعا أن الديمقراطية فيها تشريعات أو نظام قانوني أو كذا ليس موجودا في الإسلام أو كذا هذه المقابلة لا تحصل أنا أقابل بين التاريخ وبين نظام قانوني الإسلام عبارة عن نظام قانوني نظام قانوني معنى فيه حل وتحريم ليس تجربة تاريخية الإسلام الإسلام عبارة عن مبادئ وقيم ونظام قانوني متكامل أما الذي نتكلم عنه بالنسبة لديمقراطية فيها تجربة تاريخية قدمها أصحابها فيها حسنات وفيها سيئات فأنا أبني أكرر هذا المعنى أبني تجربة السياسية فلابد أن أستفيد من تجرب الآخرين لأن هذه مساحة سماح تشريعي أي أنها خاضعة لاجتهاد أهل العصر الذين يقيمون اجتهادهم على ثوابة الشريعة ولا يتجاوزونها بالتأكيد لا أقصد أن نتمسك بنظام أنتجه الآخرون على حساب الشريعة ولكن أن نستفيد من تجرب الآخرين وهذه هي الحكمة المشار إليها الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها صراحة أريد أن نذهب إلى فاصل لأبحث معك بعد الفاصل عن هي قضية مدار الحديث بين الإسلاميين فيما بينهم عن طبيعة الاستفادة من الغرب هل ينبغي أن تشكل منتجات الغرب هي الأصل ومن ثم البناء عليه والتطوير أم أنه يمكن أن يكون عند المسلمين أصل ثم يأخذون بعض النتف من الغرب لكي يطوروا بها أصلهم هذا ما أبحثه معك بعد الفاصل نتابع حديثنا بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر أصعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن الإسلام والديمقراطية والحديث دائما مع الدكتور نبيل الفولي أستاذ العقيدة والفلسفة مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أهلا بكم قبل الفاصل كنت تتحدث عن أن يجب أن نستفيد من تجارب الآخرين لإثراء حياتنا السؤال هو لماذا طبعا أسئلتي هي أسئلة موجودة في الساحة وأنقل لك الرأي الآخر حتى نعمق الفكرة ونور حولها بشكل كامل لماذا يجب على المسلمين أن يستحضروا النموذج من الخارج الذي هو ولد في فكرة خارجية لمراعاة الخصوصية الخارجية الغربية لماذا يجب أن يستحضر المسلمون هذا النموذج ومن ثم يطاورونه ألا يجد في الإسلام أصل يمكن البناء عليه ومن ثم الاستعانة بالآخرين بما يخدم هذا الأصل وهذا الأصل ثم تمن يتحدث أنه تمثله الشورى في الإسلام يعني ربما نؤخر كلام عن الشراء لو تستأذن لي لكن ليس الأمر هكذا الأمر أنني أبني اجتهادي في المجالات التي لم تفصل فيها الشريعة على المبادئ التي أقرتها الشريعة يعني في مجال الاقتصاد لو تعدنا قليلا مجال الاقتصاد هناك مجموعة من المعاملات المحرمة الربى والاحتكار وكذا وكذا هناك مجموعة من في ضوء الممنوعات أستطيع أبني اقتصادا بصورة أو بأخرى كذلك الأمر بالنسبة للسياسة أنا أبني على هذه الأصول التي أقرتها الشريعة وأحيانا تكون أصول سلبية وأصول إيجابية يعني عندي الشورى مثلا أو العدالة هذه أصول إيجابية مثلا في مجال الاقتصاد تحريم الربى هذا يعني مبدأ سلبي لأنه يحرم ويمنع وعندي في السياسة مبدأ قرار العدالة ومساواة وكذا فالأصل أنني أنا وأنا في مسار بناء تجربتي على مبادئ الشريعة واحترامي ما أحلت وحرمت والالتزام بهذا كله فاعتبروا يا أولي الأبصار اعتبروا فالاعتبار يكون أثناء المسيرة أنا متحرك بناء على الأصول التي أقرتها شريعتي وديني منطلقا من اعتقادي ومن إيماني بربي جل وعلا وإيماني بأركان الإيمان المعروفة وتمسكي بشريعتي وأثناء هذه الحركة والمسير أمامي تجارب كثيرة تحتها الأمم أبرزها في مجال السياسة بلا شك هي التجربة الديموقراطية فأرى أنه ليس من العقل أن نتجاود هذه التجربة بدون أن نستصحب بعض عناصرها أو أن نستفيد من عناصرها أو أن حتى إن كان لنا موقف سلبي منها يجب أن نستفيد بالمقابل معنى أننا لاحظنا أن هناك سلبيات إذن هذه السلبيات تدفعنا إلى أن نختار العكس والمقابل هناك إيجابيات تدفعنا إلى أن نختار هذه النقطة الإيجابية فأنا ليس لي موقف مبدئي أستطيع أن أتبناه وأنا أتحرك أنا أتحرك كما قلت معتمدا ومتكئا وممتلئا بهذه الشريعة والدين والأصول التي أتشبع بها عقليا ونفسيا وروحيا ثم اعتبروا يا أولي الأبصار أثناء المسيرة يعني ليست المسيرة قائمة على الاعتبار ولكن الاعتبار هو يعني وسيلة من وسائل تطوير المسيرة وبنائها بناء صحيحا لأن البشر هم الوشر مهما يكون دينهم أسباب العطب وأسباب الصحة أسباب القوة أسباب الضعف واحدة في كل الأمم فأنا كإنسان أستفيد من الإنسان الآخر لا يحول بيني وبينه اختلاف الدين لن أخذ من دينه شيئا ولكن من القوانين التي جرت عليه في حياتي القوانين الإلهية والسنن الربانية التي انطبقت عليه سنتطبق عليها أنا كذلك فبالتالي استفادتي منه ليست لمزا ولا امتقاصا من ديني طيب إذا ما كنت متمثكا يا مسلم إذا ما كنت متمثكا بالأصول والمبادئ فعندك في الإسلامي أصلا مقابل للديمقراطية وهو الشورى ألا تعتبر الشورى مقابل للديمقراطية مع اختلافهم في الجوهر؟ لا الشورى فيما أرى الشورى هي مبدأ عام من مبادئ هذا الدين نستطيع أن نطبقه في كل مجالة الحياة إنسان يستطيع أن نطبقه في حياته الأسرية وفي عمله وفي كل المجالات فهي مبدأ عام ونلاحظ أن السورة القرآنية المسمى بسورة الشورى يعني سورة كاملة تعطي هذا المبدأ قيمته وقدره العالي الرفيع ورؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس استشارة لمن حوله صلى الله عليه وسلم مع أنه كان أغنى الناس عن هذا ولهذا الحسن البصل يقول إنما كان أكثر استشارة حتى يعلم غيره حتى يعلم الآخرون أن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه مستغن عن أن يستشير أحدا ولكنه يعلم من بعده وإذا كان هو يستشير فغيره أولى بأن يستشير لكن الشورى هنا في الميدان السياسي يمكن اشتقاق نظام سياسي متكامل انطلاقا من روح الشورى التي حض عليها الإسلام صحيح هذا هو الذي نقول يعني تشتق نظاما كاملا يستفيد من تجارب الآخرين هذا الذي نقوله بمعنى أن التجارب العملية تتجلى فيها تطبيقات المبادئ المبدأ عبارة عن يعني توجه معين في قضية ما فمثلا الشورى أن لا أستبد برأيي وأن أستفيد من عقول المحيطين به فهذا مبدأ أما التجارب التاريخية التجارب الديمقراطية أنا لا أتكلم عن الديمقراطية كفلسفة ولكن التجارب الديمقراطية التي طبقتها الأمم هل حصدت خيرا أو لم تحصد خيرا إن كانت حصدت خيرا أستفيد إن كانت حصدت شرا فأنا بنفسي عن هذا الشر فبالتالي يكون منتجي منتجا نابعا من شخصيتي وفكري وثقافتي ولكنه أيضا منفتحا على التجارب الأخرى نحن لا ندعو إلى السنساخ ديمقراطية كما هي ديمقراطية اليونان أو الغرب كما هي وإنما وإنما نريد أن نقدم كما يعني ذكرتم في المقدمة تأويلا جديدا لها يتجاوز أخطائها يتجاوز أخطائها مثلا سبيل المثال من أخطاء الديمقراطية ما في أخطاء الديمقراطية؟ من مشكلاتها أن يعني إشراك الناس بهذه الصورة بدون أن يكون هناك تحكم في بدايات الطريق بمعنى أن إعطاء الجماهير هذه السلطة في الاختيار والتغيير والتبديل والجماهير معروفة بأنها تتعرض للنخداع السهل من الممكن عن طريق الإعلانات وعن طريق كذا وعن طريق التزوير وعن طريق الصوت العالي إعطاء الجماهير مثل هذه السلطة يؤدي إلى ما أسماه فيما أذكر أفلاطون ديكتاتورية الجماهير لأنها ربما تغير لأجل الهوى ماذا بقي من الديمقراطية إذا كنت تريد بين قوسين أن تقمع الجماهير من الاختيار والتغيير لا ليس قبعا يعني الفلسفة الأساسية للديمقراطية الفكرة الروح الأساسية هي اختيار الجماهير وحكم الجماهير وحكم الشعب إذا كنت تريد أن تنزع منهم هذا الحق فماذا بقي من الديمقراطية لا هو يعني أنت مثلا تريد ترشح شخصا ما لإدارة دولة كاملة تمام يجب أن يكون هناك مجموعة من الشروط المعينة التي يجب أن تتوفر في هذا الشخص وأن يكون هناك يعني عقل الأمة يتمثل في نخبتها لكن لا نتكلم عن نخبة المخربة المغربة تكلم عن نخبة تنتمي فعلا إلى دينها ووطنها وإلى أمتها وإلى شعبها انتباءا حقيقيا فأقصد أنه ينبغي أن يكون هناك يعني مرشح سابق على اختيار الجماهير بحيث لا يمر كل من يريد أن يرشح نفسه يرشح نفسه ولكن يجب أن يتأكد أن هذا الشخص ليست يعني يعني شخصيته ليس فيها ثغرة قاتلة فكرية أو دينية أو أخلاقية من الذي يحدد هذا؟ هذه نقطة الاجتهاد ربما يكون هناك أعيان الأمة أو أنا لا أريد أرجع أقول مجلس البرلمان هو الذي سيختار لأن البرلمان هو الذي اخترته الجماهير أيضا نعم إن كان هناك برلمان راشد وكذا الآن أنت تنقض عرى الديمقراطية واحدة بعد أخرى يعني أنت حتى البرلمان لا ترى أنه يعني مناسب لتقرير من يحق له الترشح للقيادة أنا لا أطلق هذه الكلمة لا أطلق البرلمان ليس من حقه ولكن لا أريد أدور في دائرة مفرغة لأن البرلمان سيختاره الجماهير لا أريد أصدر الجماهير تعرفون ما الفائدة هنا؟ الفائدة أننا لا ينبغي أن يكون الإحساس بأمور الدولة وإدارة الدولة وتسيير عجلة الدولة خاصا بفئة من الناس يجب أن يوقظ حس المشاركة في الناس حتى يشعروا بأن هذا الوطن ليس وطن الحاكم هذا الوطن ليس وطن الحاكم ليس وطن النخبة الحاكمة ليس وطن النخبة المثقفة فبالتالي الشعوب بهذا الانتماء وأننا يجب أن نحفظ كل أننا جميعا يجب أن نحفظ هذا الوطن وأن نحمي ثقافته وشريعته ودينه هذا أمر في غاية الأهمية يمكن استدعاه من هذه التجربة الديمقراطية طب الدكتور حقيقة من أوجه الديمقراطية أن الديمقراطية تقوم على كنظام حكم تقوم على فكرة الصراع على السلطة وإن لم يكن صراعا بالحديد والنار وأن من صراع فكري صراع سياسي يقوم على الترويج والدعاية وهذا يختلف مع روح الإسلام الذي يعني لا يولي السلطة لمن يطلبها وإنما يعطي السلطة لمن لا يطلبها إنما لمن يزهد فيها وأن الأهل الحل والعقد في الإسلام وهنا أعود إلى الشورى هم الذين يحددون شروط الحاكم أو الخليفة أو الرئيس إلى آخره فثمت هنا اختلاف جوهري حقيقي بين روح الديمقراطية وبين الإسلام إذا ما أردنا أن نستورد الديمقراطية ونعدلها فكيف يمكن للإسلاميين وخاصة جنابك من الفريق الذي يتبنى استيراد الديمقراطية ليس على عواهنها وبعد تأويلها وتطويرها وتقليم أظافرها يعني ما هي الديمقراطية التي تناسب الروح الإسلامية والعقيدة الإسلامية والمسلمين بشريعتهم وأخلاقهم وقصائصهم والنفسية ماذا يبقى من الديمقراطية هل فقط قضية الانتخاب مثلا؟ لا هو يعني مسألة الزهد في المناصف هذه المسألة ليست مطلقة في الشريعة نعم ليست مطلقة بمعنى أن الأشعور بوجود ثغرة وأنني مثلا لو كنا في مسجد مثلا وأنا الوحيد الذي يتقن القراءة فصار واجبا علي أن أتقدم هنا معنى أن الزهد له مواضعه ومواقعه فالآن مثلا نحن في أمس الحاجة إلى بروز القيادات بروز قيادات يعني ذات قيم وذات أخلاق حسنة تبرز وتقول أن أنا سأقود ولكن قلبه هيكون لله عز وجل ولكن فقط تبرز حتى كيف سي... عفوا دكتور يعني هذه أيضا نقطة مهمة يعني كيف سيكون قلب هذه القيادات لله وهي تعمل سياسيا في بيئة مكونة على الصراع على السلطة وعلى طلب السلطة وعلى حب السلطة يعني كيف يمكن الاحتفاظ بهذه الخصصية إذا لم تكن يعني من قبل كان الزعماء والمسلمون كانوا يعني يحتفظون لقدر كبير من الزهد والقلب المرتبط بالله لأنهم كانوا يعيشون في بيئة يعني تنمي هذه القيام أما الديمقراطية فهي بيئة يعني تنمي قيام طلب السلطة والإقبال عليها والترويج والاستهلاك والميديا والإعلام والشهرة إلى آخره يعني كيف يمكن جمع هذين النقيضين هو حينما نستحضر شخصية سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يخفى أنه كان يعني يريد السلطة لم يكن يريد السلطة عليها كان يريد السلطة لكن بعد عفتة النبي صلى الله عليه بعد عفتة النبي صلى الله عليه مباشرة كان سيدنا علي يرى أنهم أولى بالسلطة أن بني هاشم أولى بالسلطة وهو حينما دخل ضمن الستة كان يجادل حتى طبعا أنا لا أعيبه بذلك طبعا ولكن سيدنا علي كان يرى أنه لا بد من مواصلة خط الشيخين أبي بكر عمر وأنه ربما رأى هذا في الشخصيات الأخرى من الصحابة العظام طبعا أنهم ربما يميلون إلى شيء من التوسيع على الناس هو يرى أن ذلك ربما يكسر شكيمة المسلمين فمن الممكن أن أضرب هذا المثال طبعا لا أريد طبعا ألمس شخصية الصحابي صحابي عظيم جدا وحافظ على قلبه وطلب السلطة في نفس الوقت فهذه مسألة راجعة إلى قوة شخصية هذا الإنسان هذه عند الصحابة ربما فقط والله لا نستطيع أن نقول هذا ولكن هناك من أنا أقول لك الرئيس علي عزة بيديو فتش مثلا وهو رجل معاصر لنا ما كان يريد السلطة وصرح بذلك عدة مرات ولكن وجد أن يعني ما وقع للشعب البوسنوي في وقته يعني يحتاج إلى تصدر وإلى تضحية كان المنصب تضحية في ذلك الزمان فعلى أي حال الموضوع الصراع والرغبة في السلطة لا يقابلها الزهد الذي يؤدي إلى خراب الدنيا يعني كما قلت لكم نحن نحتاج إلى بروز شخصيات قيادية تتقل لها عز وجل وتبرز أما الزهد الذي يبتعد به الإنسان عن الحياة ويخسر المجتمع طاقته وقدرته وموهبته الإدارية فهذا ليس زهدا حقيقيا هذا زهد لشخص لن يحسن إدراك روح الإسلام أقصد بهذا أن الإنسان إن وجد من يسد الثغرات المحيطة به فله أن ينكفئ على نفسه وأن ينشغل بأمور أخرى غير أمور الإدارة أما إن وجد في نفسه الكفاية والقدرة لكي ينفع هذه الأمة ولكي يفيدها في مؤسسة أو في هيئة أو في وزارة أو في كذا فعليه أن يخرج من مخبئه وأن يبرز لمجتمعه وأن يفيد أمته في هذا المجال كلم جميل حقيقة دكتور لكن لو تجبني من فضلك إذا استورد المسلمون النظام الديمقراطي السياسي ليكون إطارا للحكم في البلاد الإسلامية فماذا يبقى من الديمقراطية إذا ما أردناها أن توائم الإسلام يبقى من الديمقراطية توسيع مشاركة الجماهير هم لاستطيعون أن يحددوا الرئيس لا أقول لكم مثلا أنا مثلا أردت الترشيح وأنتم أردتم الترشيح وفريق التصوير أردت الترشيح فأتيح لهم هذه الفرصة لأنهم توفر عليهم شروط الأخلاقية يعني الناس الآن يشترطون لكي يرشح الرجل الآن أن تكون أمه من جنسية نفس البلد وأن يكون والده وأولاده وزوجته فلابد من أن تراعش في هذه الشروط يعني الانتماء الثقافي إلى الأم وانتماء الأخلاقي والاستقافي ثم يتاح للجماهير عشر عشرون ألف واحد تختار من بينهم ما تشاء لكن لا أسمح بمروحة سقط المروءة يرشح نفسه ويخضع الجماهير يتاجر بمشاعر الناس يستغل خارجيا أو داخليا طيب جنبك قلت أنه يبقى من الديمقراطية توسيع المشاركة الشعبية في إدارة البلاد ألا يمكن اشتقاق نظام إسلامي مبني على الشورى مثلا وثم توسيع المشاركة الشعبية وهذا يعني هكذا استفدت من تجربة ديمقراطية لكن لم تقول أن الديمقراطية يعني هذا لا يمكن القول بحسب هذا الكلام دكتور وبحسب ما يقوله كثير من المنتقدين بأنه لا يمكن القول أن الديمقراطية تتواءم مع الإسلام أنت نقطت الديمقراطية وأبقيت منها جزءا ما لكي تستفيد منه فإذا الديمقراطية غير متوائمة مع الإسلام نحن في جدل مع الحياة حينما نعيد بناء من هدم من هذه الأمة ومن مجالات حياتها نحن في جدل مع الحياة وبالتالي الذي يجادل الحياة يجد صعوبات ومشاقة كثيرة تقابله هذه المشاق وهذه الصعوبات لا يمكن التغلب عليها ونحن قد أغمضنا أبصارنا عن تجارب البشر وأكرر وأقول أن أكبر تجربة سياسية في خلال مئات السنين هي تجربة ديمقراطية علما أن وينستون تشيرشير رئيس وزراء بريطانيا الذي قادل حرب العالمية الثانية قادل بريطانيا في الحرب العالمية الثانية سئل عن الديمقراطية دكتور وقال هي أسوأ ما أسوأ أحسن الأس السيء هي أفضل السيء لكن ليس عندنا بدينا لها طب لماذا نختار شيء أنهم في الأصل كبراءهم غير مقتنعين به مئة بالمئة ثم هذه واحدة الثانية دكتور وأرجو أن يتسع صدره كدام أنا نقول الرأي الآخر الموجود في الساحة الإسلامية من أسس الديمقراطية هي التعددية الحزبية وتعدد المدارس والآراء والأفكار وحرية طرح الرأي ألا يتعارض هذا مع روح الإسلام الذي يميل إلى التجميع والتوحيد والجماعة الواحدة؟ هو كلمة أحسن السيء هذه هي تنطبق على كل تجاربنا البشرية هل كونا في تجربتنا الحضرية الإسلامية شيئا مثاليا مئة في المئة بحيث لم يتصرب إليه النقص أنا لا أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعصوم صلى الله عليه وسلم ولكن من دون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن هل بني التجربة يعني مئة في المئة لم يتصرب إليها نقص ولو قليل؟ مع فارق أن وينستون شيرشيل قال أفضل السيء عن تجربة يعني مشتقة من عقول البشر بينما ممكن أن يكون أفضل السيء عند المسلمين هي يعني اجتهادات مبنية على الوحي صحيح ولكن هي اجتهادات في النهاية بمعنى يعني ليس هناك أمر قطعي واضح في بناء صورة لدولة سياسية بشكل معين يعني يكون الخليفة على هيئة معينة ولا صورة معينة ليس عندنا قطع في هذه المسألة فهذه تجرب البشر أنها أحسن السيء حول أن تحسن نفسها شيئا فشيئا ولذلك تكلمون عن تجديد الرأسمالية لنفسها من وقت إلى آخر لأنها تجربة بشرية خالصة فهي ناقصة فبالتالي هم يمسون في طريقهم ونحن نستفيد من هذه المسارات وعندنا ما ليس عندهم في أن الشريعة الثنير لنا مساحات واسعة جدا نستطيع في ضوئها أن نرى ما لا يرى هؤلاء ماذا عن قضية التعدد وقضية الجماعة والتوحيد الذي سألتك عنها قبل قليل لأن هذا رأي مطروح في الساحة الإسلامية ألا الديمقراطية تبذر بذور الفرقة والانقسام والتنافس على أساس السلطة بخلاف الروح الإسلامية التي تنزع نحو التوحيد والجماعة الواحدة لا هو طبعا فكرة الجماعة الواحدة هذه لا يمكن أن تكون في البشر لا بد يكون هناك نزعات وفروق واختلافات بين البشر في نظام الخلافة تحققت عاعد سيدنا في كل العصور الإسلامية كان هناك اختلافات فكرية على مستوى النخب مذاهب فقهية الإمام الشافي أبو حنيفة إلى آخر هذا موجود لكن ليس اختلاف على أساس طلب السلطة وإدارة البلد على أساس هذا لا لأن هناك من استأثر بها وأخذها لنفسه وحرم منها الآخرين لكن هي في مجال الفكر تحديدا مجال الفكر يعني المسألة أن تتكلموا عن مجال السياسة وانا ممكن نوسع بعض الشيء لا بأس في مجال الفكر في ثقافتنا وحضارتنا هل تلاحظون وجود لون فكري واحد فقط كان هناك ألوان متعددة الشعر فيه شعر المناجهة والربانية وكذا وفيه شعر الزندقة والفكر وهناك هل قتل كل الزنادقة الذين تكلموا بأفكار مخالفة الإسلام ما قتلوا هناك من رد عليهم وأجابهم وهذا والذي نقوله أن الإنسان يطرح أفكاره ثم تناقش علميا فإن ثبت أطلانها يسكت أما إن ثبت صحتها فيتكلم هذه هذه الحرية التي نتكلم عنها وتغطى للجميع الحرية الشيخ محمد الغزالي له كلمة جميلة جدا تتعلق بمسألة الحرية قال الحرية في صلح الإسلام لأن الإسلام يملك أسباب قوته وبقائه أما الآخرون يطرحون ما يشاءون فإن كان خيرا يمضي ويبقى أما إن كان ليس له سند وليس له ما يؤيده فأولى به أن ينصحب من الساحة لو بقيت معك في نقطة نفسها دكتور وأقدر جدا ما تتفضل به وأهميته لكن إذا ما استعرنا الديمقراطية للعالم الإسلامي للبلاد المسلمين وقل جنابك أنه يبقى من الديمقراطية وتوسيع القاعدة المشاركة الشعبية منهجيا هل يصح القول بأن الديمقراطية تتوأم مع الإسلام؟ يعني المسألة ليست مسألة دين ودين ممكن نقول مثلا المسيحية للثواء مع الإسلام كمنظومة دينية لأن الأمور مختلفة الإسلام والهندوسية مثل النظام الرأسمالية الرأسمالية لا تتوأم مع الإسلام بكليتها بمطلاقاتها والاشتراكية كذلك ونفس الشيء على المبدأ نفسه الديمقراطية لا هو إشكالية الامتاج البشر الخالص هي أنه ليس خاطئا تماما ولكن يبني على زاوية فيها أحادية في الرؤية بمعنى أن انشأت أن تقول النظام الإسلام الاقتصادي مثلا هو ما بين الشيوعية وبين الرأسمالية نظام متوازن بين 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 الاشتراكية ورأسمالية بمعنى أن الإسلام له رؤية متكاملة أما الشيوعية فرؤيتها أحادية نظرت بعين واحدة طارت بجناح واحد وكذلك الرأسمالية في جانب الحكم والديمقراطية كذلك راعت أهواء الجماهير فقط دون أن تراعي الثوبة الثقافية والدينية التي تنتمي إليها الأمة فليس هناك مقابلة بين الإسلام والديمقراطية بهذه الصورة نحن نقول لك تجربة قامت عند بعض الأمة وتجربة أنجزت إنجازات جيدة جدا فلماذا نحرم أنفسنا من أن ننتفع بهذه التجارب في جدلنا مع الحياة ونحن نحاول بناء من هدم من كياننا الإسلامي الهائل الذي كان له ما له من المكان والمنزل في هذا العالم فاعتبروا يا أولي الأبصار طيب فيما يتعلق بحرية الاختيار مثلا باختيار الرئيس الذي يريد أن يترشح لرئاسة البلاد هل يمكن وفق مفاعل الديمقراطية وقواعدها القبول برجل ملحد أو يهودي أو أي يكون يترشح لرئاسة البلد المسلم مثلا بحسب ما تقره مفاعل الديمقراطية أم أنه لا ينبغي ذلك بحسب ما يقره الإسلام في كل تجربة لك أن تضع الشروط التي تراها مناسبة لثقافتك يعني في أمريكا يشترطون مذهب الرئيس ليس فقط مجرد دينه مذهب الرئيس مشترط في أمريكا والملكة لو غيرت مذهبها غدا وصارت كاثوليكية لا تصير ملكة على بريطانيا فلك أن تشترط من هذه الاشتراطات أن يكون الرئيس كذا ولك أن تشترط هذه الاشتراطات في دستورك وفي نظامك القانوني الذي يحكم الدولة فالمسألة ليست أن لا أكون هناك صورة معينة سنفرضها على أنفسنا صورة نزلت من السماء صورة الديمقراطية نزلت من السماء سنفرضها على أنفسنا وهذا هو المقصود بالتأويل الديمقراطية أن نقوم بعمل نموذج سياسي إسلامي يعني متسع يقوم على المبادئ الإسلامية العظيمة التي أقرها ديننا ويستفيد كذلك يستفيد من التجارب المشاريع القديمة والحديثة وأنا أريد أقول شيئا مهما بنى الناس من نماذج إشارتكم إلى أنه أسوأ يعني ليس إشارة إشارة وينستورد شرشل نعم هو أفضل السيئ أفضل الأشياء السيئة مهما فعلنا في بناء أنظمة حياة إذا تسربت إليها الأهواء البشرية تفسدها يعني ابن ما تشاء من مؤسسات اقتصادية وأقيمها على الشريعة والدين وكذا ابن ما تشاء من مؤسسات سياسية برلمان وكذا ونظام رئاس إلى آخره إذا دخلت فيها الأهواء البشرية تفسدها الديمقراطية في الغرب تتعرض للاجتياح وإفساد عام شامل بسبب أهواء البشر بسبب تلاعب الناس بعضهم ببعض لا بد من الأهواء لكن إذا كان هناك نوع من الرشد عند الجماهير وهذا الذي أقوله تتكامل مسألة توسيع إشراك الجماهير بصناعة الرشد عند الجماهير من خلال الخطاب الفكري المتزم الخطاب الدعوي هذه نقطة مهمة جدا أشرت إليها دكتور نبيل أريد أن أبني عليها لأسألك كيف يبنى وعي الجماهير في المفاعيل الديمقراطية الغربية يبنى عبر وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والمفكرين الذين هم يبنون في الدائرة الإسلامية كيف يمكن بناء وعي هذه الجماهير؟ هل عبر هذه الوسائل والأدوات نفسها؟ الوسائل لا تختلف وقد تتجدد وقد يوافق إليها وقد يستدعم من الثمن السابق ولكن المضمون الذي يمكن إيصاله عن طريق هذه الوسائل الوسائل ما هي إلا ما تشبه الأنابيب أو هذه التي عن طريقها نوصل التأثير إلى الجماهير فطبعا المحاضن التي يعيش فيها الإنسان كلها يمكن أن تمثل وسائل لتربية الوعي والرشد عند الإنسان الأسرة والبيت والتأثير الجار في الجار والمدرسة والإذاعة والتلفاز كل هذه هي وسائل لبناء الرشد عند الإنسان طبعا هذه الوسائل لو شئنا أن نقول ممكن قسمتها إلى قسمين وسائل يختك فيها الإنسان بالإنسان مباشرة ووسائل تصل رسائلها بطريق غير مباشر كالإعلام الأولى أدفأ فيها دفء الحياة فيها الإنسان الحي الذي يقف أمامي أستاذي مثلا جاري شيخي في المسجد أو رئيسي في العمل هؤلاء البناء عليهم أكبر وأهم لكن بشكل عام لا بد من صناعة الرشد عند الجماهير وإشراكي أنا سمعت في بعض الدول هناك حكومة ناجحة جدا ولكن هناك مزاج عام عند الناس يقول نريد جديدا الذي عندك ناجح لماذا تجرب يعني ما يمكن أن يكون فاشلا فهذا يعني يدل على عدم حضور الرشد عند الإنسان المعترضون على قضية الديمقراطية على مفهومها وأن الأغلبية هي التي تحكم وهي التي تقرر من المسلمين يعترضون على أن هذا يتعرض مع قول الله سبحانه وتعالى وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله يعني أليس الاحتكام لرأي الأغلبية هو في النهاية يعني منطق معارض للنوعية للحق للصواب لكن حفظ الحقوق مقدم على هذه المسألة يعني أليس لهذا الإنسان حق في بلده وفي المكان يعني الإنسان ما هي فكرة الوطن والعيش فيه في الإسلام فكرة أن هناك يعني مجموعة من البشر ملكهم الله عز وجل هذا البلد فهم شركاء في هذا البلد فلماذا نقول أن طائفة معينة هي صاحبة الحق لتحتكر هذه المهمة ثم هناك شيء آخر هل تلاحظ أن أصحاب الرجد هم الذين يدلون الأوطان هل تلاحظون أن يعني إذا كنا نتكلم عن ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إلى ما ورد في القرآن الكريم فهل ترون أن النخبة العاقلة الحريصة على الوطن والدين هي التي تدير الأوطان هنا في طيات كلامك دكتور ثم تبينقض ديمقراطية من جوهرها يعني إذا كانت مكانة الأغلبية هي التي تقرر وهي التي تسود وهي التي تفصل وتحكم في الأمر في بلد مسلم يمكن أن تضع مثلا يجب أن يكون الرئيس مسلما سنيا مثلا في دولتين مثل مصر أليس فيه هذا قمع للأقباط عشرة مليون قط الذين لا يقبلون بأن يكون رئيسهم مسلما يعني هذه الديمقراطية فيني هي تحتوي بشكل أو بآخر على قمع الأقلية إذن سيكون هذا ينطبق هذا على كل دول الغربية يعني كلهم عندهم شروط من هذا القبيل كلهم شروط دينية وشروط عرقية وشروط يعني تعرفون في كل الدول الغربية هكذا هناك شروط يضعونها للناس وليس هذا قمعا لماذا؟ لأن مراعاة ثقافة المجتمع من حق المجتمع الأغلبية أن تهتم به يعني في دولة مثل سنغافورة لم يهتموا أن يكون الرئيس مسلما أو غير مسلم لم يهتموا مثلا هذه تجربة التجربة الأمريكية لا يشترطون في الرئيس دينا دينه فمن حقنا أيضا أن نشترط شروطا تناسب ثقافتنا وتناسب هويتنا وليس هذا استبعادا للآخرين ولكن المشاركة قائمة فمن حق هؤلاء يشاركوا بصورة أو بخرة حسب النظام الذي يتعاقد عليه المجتمع بفئاته وبمكوناته المختلفة بقي أن نتحدث بعد الفاصل عن قضية السيادة لمن السيادة في الدولة المسلمة ولمن السيادة في الدولة الديمقراطية لكن فاصل أخير هذا فاصل أخير نعود إليكم بعد قليل اشتركوا في القناة أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذا الحديث دكتور نبيل الديمقراطية كل الديمقراطيات الغربية هي تتحدث عن شيء اسمه السيادة السيادة المطلقة الذي هي تعلو القانون لا يطالها القانون في حالة السيادة هذه لم يستطع الغربيون أن يحصروا معنى السيادة هذه في شيء محدد خصوصا وأن واضع هذه النظرية هو جام بودان الفرنسي المفكر الفرنسي في منتصف القرن السادس عشر تحدث عن أن السيادة هي تعلو القانون ولا أو استبعد نظرية التفويض الإلهي التي كانت تقوم عليها الكنيسة الكاثوريكية في الغرب السؤال هو في حالة الدولة المسلمة ما هي السيادة السيادة الكتاب والسنة أليس كذلك؟ طيب كيف يمكن الموأمة بين أن تكون السيادة الكتاب والسنة وأن يكون نظاما ديمقراطيا حرا؟ هو السيادة التشريعية في المجتمع المسلم لا بد أن تكون للكتاب والسنة طبعا السيادة التشريعية بمعنى أنه لا يسن شيء يناقض ثوابتهما هذا مسألة يجب أن تكون حاضرة فيه ولكن الذي في يد الناس هو الاختيار في داخل هذا النطاق بمعنى أن الإنسان في فهمنا نحن ينظر إلى الشريعة باعتبارها أداة تضيء له بعض المساحات وبعض الأمور التي ربما لا يراها واضحة أو قد تلتبس على العقل العاقل في مقابل أن المعطى الغربي يعطي الجماهير حق التغيير والتبديل متى شاءت هذا لن يكون حاضرا في تجربتنا إلا بشكل لو شئنا نحدده حين نقول أن الذي سيصوق النسخة السياسية أو النموذج السياسي الإسلامي هو رجل مجتهد رجل مجتهد صحيح؟ هذا رجل مجتهد الفرق بينه بين المجتهد الغربي الفرق بينه بين الفقه القانوني الغربي هو أن هذا يراعي بعض الثوابت والأصول التي يستمدها من شريعته الآخر ربما لا يراعي ربما لا يراعي أنا لا أقول المطلقة أنه لا يراعي ولكن ربما لا يراعي بمعنى لو شئنا التوضيح أكثر من هذا عندنا شخصية دستورية قانونية تنطلق من أصول إسلامية أو من الإسلام ثم عندنا شخصية دستورية أخرى غربية ديمقراطية تنطلق من الثقافة الغربية كل واحد يراعي ثوابت عنده في بنائه للنموذج الذي سيخضع له فاستيادة هنا تكون لهذه الثوابت التي يتكلم والتي يرجع إليها يعني على سبيل المثال النموذج الغربي يبيح التعامل الربوي وما يتعلق به لأنهم رأوا أن هذا بناء على بعض التجارب وبناء على رؤيتهم العقلية أن هذا يحرك لاقتصاد الغربي في مقابل نحن نرى أن هذا أمر يؤدي إلى الفساد ولو في المدى البعيد ولو في المدى البعيد ومن هنا هذا المشرع القانوني المسلم سيمنع هذا وهذا الآخر سيبيحهم نحن لن نترك في التجارب الغربية حتى لا يترك للجماهير حق التحريم والتحليل بالشكل المطلق هناك مسؤولية قانونية تلقى على عاتق بعض المؤسسات بعض الشخصيات يليس تقوم بهذه الوظيفة يعني بمعنى أنه لا يلجأ إلى الجماهير في سن قانون كذا وقانون كذا يحل ويحرم ليس بهذه الصورة وإنما يرجع إلى القانونيين المسؤولين الذين يكونوا في البرلمانات وفي الهيئات التشريعية في هذا النظام الديمقراطي طيب يعني أفضت في هذه الحلقة أشكرك شكرا جزيلا دكتور لكن قبل الختام بقي عندنا دقيقتان أريد أن تتحدث بما لم أسألك عنه في موضوع الحلقة ماذا يمكن أن تقول في هاتين الدقيقتين والله أنا أؤكد على فكرة أننا نجادل الحياة وتجادلنا في محاولة بناء نموذج متكامل وهذا النموذج المتكامل أو النموذج المناسب الذي ربما يحتاج إلى تطوير آخر يتكئ على الشريعة ويقوم على بنيانها ولكن هو أيضا لا يغمض عينه عن التجارب التي تقدمها البشرية هنا سنبني نموذجا أفضل وأحسن مما بناه السابقون وهكذا يجب أن يكون المتقدم يعني بانيا على ما سلف عن أقامه السابقون يستفيد مما أخطأوا فيه ومما أصابوا حتى يتجاوز أو ينجز إنجازا أحسن مما سبق لا فضفوك أشكرك شكرا جزيلا دكتور نبيل مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختم هذه الحلقة أشكرا في نهاياتها ضيفية الكريم الدكتور نبيل الفولي أستاذ العقيدة والفلسفة كل شكرا لكم في حراسة الله وتوفيقه ترجمة نانسي قنقر